كابتن يوسف هنروح للنادي الاهلي ومن اننا هنروح للنادي الاهلي فنتحدث اولا عن صفقته جديدة حديث الساعة طبعا اعلنت منذ لحظات رسميا يعني النادي الاهلي اعلن رسميا عن مودست المهاجم الفرنسي اللي كان بيلعب في دورته منذ اخر فريق دي اصبح مهاجم في النادي الاهلي رأيك كيف الصفقة والجدل اللي حصل حولين الصفقة حول عمر اللاعب تحديدا انه عنده 35 سنة هو الجدل الدائر على عمر الولد عمر اللاعب لكن كمشتوى لا هو فيه طبعا اشادة وفيه مساندة كبيرة جدا بمشتوى والنحية الفنية بتاعته طب تعال نشوف بالنسبة للسن انت التعاقدات بتاعتك لسه كنا بنتكلم انها بتختلف نوعاتها بتختلف انت عايز تجيب مهاجم صغير في السن يقعد معاك فترة وتزبر عليه وبعد كده تستثمر فيه فانت هتزبر عليه فهتستثمر فيه فبعد كده ببيعه ولينا امثال كتيرة يمكن لينا مثلا في التسعينات فلكس فلكس جي كان عنده 17-18 سنة من غانا ولعب معانا فترة وبعد كده اتباع لليونان وبمبلغ كبير وإحنا كنا الناد اللي قالي جابه برقم يعني احنا كنا ببلاش تهريبا احنا ببلاش كده انت بأمام صفقة جاية عندها 35 سنة فانت جاي بحد جاهز حد هيخش على طول معاك حد للاستهلاك مش للاستثمار حد جاي بيعمل لك حاجة او بيعمل لك اهداف بيعمل لك انجازات وبطولات لمدة سنة او سنتين تعاقدك معاها سنة او سنتين لعيب عنده خبرة لعيب هيستحمل الضغوط لعيب هيستحمل المباراة الكبيرة هيخلص لك مباريات اللي هي بتقرص زي ما هم نقول من انصاف فرص يعني بتتكلم الاهلي النهاردة بيلعب نهائي افريقيا بيلعب بطولات سوبر بيلعب بطولة ماتشات تقيلة في الدوري المصري كاس علام قندية كاس علام قندية فانتكايبه للحاجات دي عشان يبقى عندك لاعب مميز لاعب يقدر يسجلك من انصاف فرص يقدر يواجه خطوط الدفاع اللي قوية اللي بتلعب قصادك وبالتالي انا مش شايف اي غضادة مش شايف اي هجوم او مش شايف اي سبب للهجوم على سنه خالص بالعكس انت 35 سنة عندنا لعيبة كانت موجودة في النادي الاهلي يعني النسخة اللي انا خد قفزت بيها مع الاهلي بطولة افريقيا كان عندي وقاء الجمعة عنده 39 سنة كان البركات عنده 36 سنة كان عندي تريكة عنده 36 سنة لعيبة كلها كانت معدية 35 اه حد فتر قولي وليد سلمان وليد سلمان اعتزل كان عنده 38 سنة عبدالله سعيد عبدالله سعيد سبيرعب عنده 39 احمد فاتحي طبعا شيكبالا عنده 38 صحيح يا ناوس الكاسر 35 كل دول اللي انا بتكلم فيه ان ما فيش اي مانا طالما هو بدنيا واقف عليكم بعدني دخلي بالك مركز الرأس حربة يا كريم مركز من المراكز اللي ممكن يكون انا سني كبير بس حركتي كويسة صح عندي خبرة بعرف ازاي اهرب جوه البوكس عشان اسجل صح عندي خبرة ازاي اعرف اخذ فاول ازاي اعرف اخذ ضرب الجزاء يعني من المراكز اللي هي العامل البدني فيها مش هو الاساس او ويفرق يا كابتن يوسف وانت اللي تقول لي صح اولات يفرق 35 سنة لعب اوروبي من 35 سنة لعب اوروبي برافو عليك انا لسه كنت اقولك بقى دي كويسة انت سبقتني لان 35 سنة وانا متأسس في اوروبا صح متأسس في المانيا فلا انا عايز اقوله لك ان ده لا هيفرق جامد جدا فهم قضي وخلي بالك مركزه يعني مثلا لو انا عندي مثلا لعيبة اطراف لعيبة الاطراف بتجري بيبقى عندها الاندورنس او كميات معدلات الجري بتبقى عالية او صحيح لكن لما بيعندي مركز راس حربة مدافع المتنين مدافعين اللي ورا دول بيبقى الوقفة والخبرة والتركيز والحاجات دي كلها بتبقى اكتر من العامل البدن فدي مهمة جدا لكن انا شايف انها صفقة فكرة كويسة جدا الراجل عايزه والراجل ايه دي بقى بيس اقولك انت ليس كتاقلي من شوية ان فيه مدارب يبقى عايز بروفايل لعب معين فهمي ان الراجل عايزه وهو كمان يعني حسب ما عرفنا من معلوماتنا وراجل هو هيدر كويس جدا وعنده دلوقتي الاهلي ريدا سليم واحد احسن واحد في الدول المغرب بيعمل عرضيات يعني دبكة عرضيات وعندك علي معلوماتنا حتى انت محتاج مهاجم بقى يستقبل الكلام ده مصبوط فهو جايت في الجزئة دي بس ده ما يخلنيش او ما يمنعنيش ان انا اقولك ليه الاهلي والزمالي كل انداء الكبيرة ما يبدأوش يشتغلوا على اللعيبة الصغيرة الافاركة والاجانب انه يبدأ نشوف لعيبة صغيرة كتير هنا في الدول المصري ليه لازم بينا دلوقتي منطرين نجيب اللعيب الجاهز اوش يعني انا بقول احتمال ممكن عشان الضغوط اللي على الناديين من حتة تحقيق الفوز تحقيق التلات نقاط تحقيق البطولات عليهم ضغوط على طول باستمرار فما بيبقاش مدي فرصة ان انا اجيب ولد صغير انا عندي خمسة محترفين علي معلول موجود عندي ريدا سليم موجود عندي آليو ديانج موجود فعايز اللعيبة اللي هي توقف في الملعب وتبقى شغالها في الملعب وايه وبتديني بيرستاو برضو سوري موجود في كريستو كمان بس لسه صغير كريستو كريستو كمان فاللي انا عايز اقوله ان اللعيبة الاجانب هم خمسة او ستة فنادي زي الاهلي يقولك لا انا عايزهم موجودين في الملعب بيدوني يفرقوا معايا في البطولات ويفرقوا معايا في الأداء الجماعي بتاع الفريق لكن عشان انا نجيب واحد صغير لسه بحيلعب ويقعد ويلعب ويقعد لغاية ما يعني اكبره ويبدأ ينضج معايا ويبدأ مستوي يتقدم معايا فيقولك لا يعني انا مش لازم احنا بقى نعمل ايه اتحاد الكرة يساعد ان ممكن انا اعمل مثلا للاندية تلت اجانب او اتنين تحت السن تحت السن يجوا موليد 2003 فلما انا اعمل كده ابدأ انا ممكن اجيب بقى اتنين لعيبة لعيبهم دوري 2003 ابدأ اصبر عليهم جيبهم صغيرين يبدأوا ياخدوا شغل ياخدوا شغل ياخدوا شغل قدام تلاقي حاجة تستفيد منهم حاجة طلقة طلقة وتستثمر فيهم كمان بس كده ببساطة شديدة طيب اشتركوا في القناة